اشتركوا في القناة تقدري تغيري وتعملي منه قطع ديكور او زينة لرمضان او وحدة اضاءة زي ما احنا شايفين مع بعض دي برطمونات قديمة عندي سبق وكنت عملت قبلي كده التقم البهارات او التوابل التركي موجودة عندنا على القناة حطتلك رابط الفيديو بتاعه فيه صندوق الوصف عملت برضو قعدة تدوير لبرطمونات بس كانت بلاستيك المرة دي هعملها بالشكل الجميل ده انا مش مبدعة انا ست بيد اشتغل على قد ايدي وعلى قد متوفر عندي بحاجات بسيطة جدا اي حاجة قديمة عندك طلعيها وشغاليها ويطلع معاك طحفة بدل من عميل ايديك نبدأ هنا بسم الله انا عندي اتنين برطمونات واحد كبير وواحد صغير حابدي اشتغل فيل كبير دورت كده وطبعا كل واحدة عندها حاجات اكسسوار اي حاجة عندك ما بتستعمليهاش عقد اسويرة كولي الجنزير ده مثلا كان جاي معا حزام في بانطلون وده عقد كنت اشتريته صدف من عندنا في القلعة هنا في اسكندرية بيتباع كل اسكندرانية عارفين المكان ده متوفر فيه اللي قادر على شكل صدف اول حاجة جبتها قلت افكر في الجنزير ده طبعا مش بستعمله حبيت ان ادخله في اي حاجة قطعة ديكور تدي شكل وبرضو ما حبيتش ان انا اكلف نفسي واشتري حاجة انا قلت هغير من شكل البرتمان وعمله فكرة اي فكرة تطلع معايا هيبقى تجديد وكفية انه هو الصنع ايدي وهحطها طبعا في مكان هتدي اضاءة لان انا اول حاجة فكرت فيها ان انا ممكن اعمله كزينة من زينة رمضان طبعا كل السنة وانتم طيبين اللي هما بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بيتبقى اي حاجة مرتبطة بزينة رمضان بتبقى عبارة عن اضاءة كفوانيس او قطعة اضاءة موجودة اللي هي حبل النور اللي بيبقى بيولع ويدي شكل بيطفي طبعا اي حاجة بتعمليها بتبتكريها من صنع ايديك بتبقى في الاخر شكلها حلو جدا كفاية ان انت ان انت عاملها بيديك جبتي هنا لكل اللي هو اللي هو على شكل حجر كده زي ما احنا شايفين الحجر الاسويت ده طبعا فردته من اللضم بتاعه واخدت اكبر كطع فيه اللي هي على شكل الحجر ده وطبعا لفيت الاول الجنزير بالشكل العكس اللي احنا شفناه وسبته بمسدس الشم وبعد كده حبيت ان انا اوزع نوع من الخرز اللي احنا شايفينه او اللول الكبير ده في اماكن مش محددة يعني اي حتة فاضية بحط فيها واحدة ويكفي ان هو كبير فمش هيبقى يعاوز حاجات كتير يعني يكفي واحدة كده خلاص حبدا ان انا اغطي اللي هي الفتحة بتاعة البرطمان من فوق اللي بيبقى عليها الشكل اللي انت لما بتقفيلي الغطة علشان نيدي احكام للغطة لحتة التاريجة دي عندي اوطان حبل اوطان اهو ابيض برضو الحبل الاوطان ده كان جاي مربوط في ايد بتاعة شنطة اللي هي شنط الكارتون بتاعة الهدايا قصيته وخلعته ولفيته لفه حوالين داير وعندي بقى الحبوب اللول اللي هي البنك دي برضو دي كانت بتاعة عقد لولي كده صغير قطعته برضو وفردته او بتاعة توكة بصراحة مش فاكرة انا لقيت افعل بت اكسسوار عندي مهملة كل واحدة عندها حاجة كده متشالف اي زخنيق تقوم تدوري ده عبسي احنا بنشيل حاجة وبننساها اساسا يعني انا اكتشفت العقد الصدف ده كنت نسيها تمام بالتالي مش بستعمله جبت البرطمان الصغير انا خلصت كده دي كور البرطمان الكبير مش هحط حاجات اكتر انا بحاول بقدر الامكان ان الحاجة برضو تبقى سيمبل عشان الاضاءة تباني لفيت كده العقد من فوق وعديته من بعضه تانيته وعديته منه كاني بربطه وبعد كده سبتته الاطرف بتاعته بالمسدس الشمع عندي الشكل هو بتاع القطة ده دي كانت في توكة شعر تمام حطتها برضو في الفتحة الاخيرة اللي هي الوصلة بتاعت العقد لما لفيته على البرطمان من فوق في حتة وصلة اللي هي فيها الربطة فحطت فوقيها توكة دي ودرتها البرطمان الصغير ده فكرته جات لي ان انا احط فيه الشمع المعطر تمام حطيت الشمع المعطر وهحهدف حواليه كده بقيت الكليل بني اللي انا فردت منه الحجر الكبير اللي حطيته في البرطمان الكبير ده كان بقيت الكليل حطيته حوالين داير حوالين شمع شمع طبعا دي المعطرة دي بيبقالها قعدة اللي هو القب اللي هي فيه ده تمام وبدال البرطمان مفتوح مروش غطى وتولعي الشمع طبعا هتولع معاك ومش هتطفى خلاص كده ادي شكلهم النهائي خلص فاضل ان انا هحط فيه بقى اخر حاجة كابل الاضاءة ففكرت عندي ورد من الفوزة موجود كان مفرد برده مقطع رحت واغداحة فاة في ارضية البرطمان الكبير الورد ده الوان فرع ازرق وفرع اصفر فرع ابيض اخترت كده فرعين وحطتهم في الارضية علشان لما ادي كابل الاضاءة يدي برده شكل من جوة فوسط اللومة دي بقى باين ان فيه برده لون جوة مختلف وعندي الشمع هي اديني نورتها شايفة شكلها وكابل الاضاءة برده نورته وخلاص كده الشكل الديكوري اللي انا عملته من برطمانين ازاز مهملين مع عقد برضو اكسسوار مهمل مش بستعمله والجنزير التاني ده برضو اكسسوار مش بستعمله دوري وفقري واي حاجة عندك موجودة انا عملته من ما فيش وحطتهم عندي على الصفرة بالليل ونورتهم شكلهم كان جميل جدا ودي رمضان جاي ان شاء الله هختر له برضو مكان وححطه فيه وانا كده عملت اعتباريا كلوب اضاءة من ما فيش او فانوس زينة برضو لزينة رمضان من ما فيش اي تكلفة يارب الفكرة تكون وصلت لكل الناس ما تنسونيش اللايك للفيديو الاشتراك في القناة الاول مرة يشارفني كانت معاكم لنا الحجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة